بسم الله الرحمن الرحيم. الزمالك بكسب الانتاج الحربي واحد سفر في علاق الاناقنة مرسل ومحمد علشان خطر يوصل لنقطة خمسة وخمسين ويسيب تاحته الموالين العرب بسبعة عربعين وبنزل خمسة واربعين نقطة. بص يا معلم. بس صراحة انا بيعجبني جدا باتل سكالترون في قدرته المرحلة حالية اللي فيها نادي الزمالك. ومرحلة حالية من الدور المصدر. انا دارك بنسبة كبيرة جدا. خلاص الدور خلص والدور يخسروا. سواء لأهل كسب بكرة او سواء الزمال يخسر النهاردة. اهم حاجة النزل باتل سكالترون ان هو هيحفظ اللعيبة بتاحته لمواجهة الرجاء في نص سنوية دورة بتطلق فكرة. الرجاء اللي هارف كويس اول خلاص الدورة خلص. يبقى عن ايه بقى? اجرب. كسبت لعيب خلو بركة. مكسبتش لعيب خلاص ادينا حفظت اللعيب الاساسي من الاصابة عندي فرجاني كان محتاجي رايح شوية. بيرايح عندي اشرب بنشالي كان محتاجي رايح. بيرايح الاعلان ده بقدر بحاول رايح. لا عبدالله جمعة. عبدالله جمعة اللي اساسا بيعب مكان محمد عبدالشافي المصاب وبيدي فرص لحمد عيد وبيدي فرص حسام اللي على الدكة وبيدي فرص لنشئيين. وعادي بيجرب مع عشور في اماكن وبيحط النهاردة بيحط النهاردة اسلام جابير بك شمال. والراجب بيجرب ويعمل شغل كتير جدا. مش مخلوب انه هو اعمل اداء كويس عادي لان هو بيجرب في اماكن. لا هيب اول مرة تلعب في الاماكن اللي هي بتحط فيها. يعني موتش اللي فات مسلا كان حاطت امام عشور بك يمين. النهاردة كان حطه ارتكاس تاني جنب طارة حامد. وبرضو الرجل عمل اداء كويس. واداء جاية. واحمد سايزيزو النهاردة كان صنع علعاب. مصطفى فاتح طرف يمين. اه ونجم طرف اشمال. الرجل بيجرب وبيحاول اعمل حاجات جديدة. مش يدخلوا بركة مشيتش خلاص هلقل كده كان خسنان الدوري. النهاردة بلعب فرقة زي الانتاج الحربي. الانتاج الحربي لما شفت بازوكا وشفت الودار بيلعبت في اندارات جنبها دولت مش الناس دي مساكين. ايه اللي حطوهم في نص الملعب. قلت لخلاص كفت المختار مفترض ان هو بيطير الاتنين اطراف اللي قدام علشان خاطر حطت اه تحتهم. اتنين ما بيزدوش خالص زي بودار وزي بازوكا. حاجة يعني ما كانوا بيطير لو بعملوا حاجة للانتاج الحربي مالوش شكل والديني بالنسبة لهم صعبة جدا والناس بينسوا على الهبوط والموضوع بالنسبة لهم ضيع تماما. فهو كنتش منتظر اي حاجة اخير حشكالة باسم مرسي والكريم لالا ومحمد بيرا. اما الهافة اللي بيلعب الناحية التانية فهو بصراح مش حرف اسم ولا انا بتبعش لانتاج الحربي ولا انت بتبع لانتاج الحربي هي بس جات قدام بس ان ماتش الزمالك والانتاج الحربي. الزمالك بيعمل اداء كويس والزمالك بيقدر ان هو يطلع شرط اول ما في كانش بيه فرص وكان في شوية لغباطة وكفيشة ازمات. بس عادي يا عم انا قلت لك من البداية ما بيدورش على ان هو يعمل اداء بيدور على ريام وبيدور ان هو يحفظ اللاعيبة وعالاقل ممكن يكسب للاحيب او اتنين في المرحلة اللي احنا فيها. وفقنا نكسل يوم عشور كلعب. جوكر ممكن تلعاه في اي مكان. واسلام جابل طبعا الراجل بيعمل وعملت. الجوكر من اول ماتش اللاعبه فيه. فالراجل بيحاول يعمل كل حاجة يقدر عليها علشان خطر. يخلص ام الدور ده على خير. والليم بقى الموضوع علشان خطر. اللاعبة خلاص بيقدش قادر تكمل والموضوع مرهج جدا بالنسبة لها. فديهم بيحاولوا خلاص الموضوع على خير. هقول لك بقى ان هتلوم هبدع وامتاع وامتاع وخطط تبتكية وعبرية. لا هبقى نصاب عليك. امي. الزمالك بيكسب مطرد تريق اوه بالطلبة السبتة علشان خاطر. الزمالك عنده مشاكل كتير اوه في الملعب بتاعه. في رسم التكتيكي في التحركات اللاعيبة. في الهجوم والدوم فرق بالدافع في اللعب المفتوح. يعني زمالك عني مشاكل كتير. بس مش هتكلم في ايه. اتكلم في الدورة المصر الاساسية لو عاكد تكتيك هتلاقي ان انت بتاخد كعدة شاز بعيدة عن لتكلمه اه بعدك في القرورة المصر فكلم. كلم عايze زي ما بتكلمه لاني القرورة في تكتيك اساسا ما فيه تم دربين كتير اقوي. محنكة اكتكان ولا في المدربين عندهم اوه اللاعاب اللي وقفة في الملعب صحة واللعاب اللي عندهم وجبات دفعية او اللعاب اللي عندهم وجبات حجومية. بدليل مسلا ان القرورة العالية اكتر قور المدربيين بيحتاجين اشتغلوا فيها. مع اللعيبة هي اكتر كور اللعيبة بتغلط فيها. ده معناه ولا اي حاجة. لو هتركز في دورة المسل على ان احنا نتكلم دحليل وتكنيكل هلاقي الموضوع صعب جدا يا با. خلي البساط احمدي. الموضوع كله ما يستهيش اي حاجة. الموضوع كله شوية مدربين مجبورة ان ايها تكمل جدوى المضغوط اه في دوري مضغوط وبتلعب خمس تغيرات ويلا عم الميل اتنين تلاتة من على الدكة هننزل نغيره مرة واحدة لحد ما خلص العكة ده ما خلص الدور ده على خير. هو الدورة المصري وكرة مصري يا با. شوية عكو شوية بواكي على مقرطة الكرة ما نتفرج عليه. الزمالكة دي بيحاول ودي بيعمل تجربة جديدة ودي بيحاول يقدر يعمل اي حاجة في المرحلة اللي احنا فيها نعرض المرحلة. اما نتالي حربي فكاننا بفرعون هنعملهم ايه? ما كاسب المباراة انا شايف ان احمد عيد واحد من مكاسب الزمالك. المستمرة لان الراجل باك ممتاز جدا. متمنى ان بعد ما حازم ما يركع بالسلامة ان احنا مجايد يفضل مجمل. ففرصته لان الراجل فعلا يستحق ياخد فرصة وما نركعش داني الفكر ان احنا لعب محمد عبدالغاني باك يمينه الكلام الفاضي ده. قضي موروك له جمهور لادة زمالك اللي يكسب النهاردة الانتاج الحربي. وبالمناسبة مش يخصر حاجة لعملت لك او سبسكرايب. ما تقول لي ما تكلمتش ليه في الماتش. ما تشكد كلمة فين هي عسلسل لاني.